مملكة البحرين لرؤية الوطنية في هذا المجال إنجاز دولي يضاف إلى عقد نجاحات مملكة البحرين التي حققتها خلال العام 2021 إنجاز أكد مكانتها وسمعتها المرموقة بين دول العالم حيث تبوأت المملكة المرتبة الأولى عربيا والثانية على مستوى دول الشرق الأوسط من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال دور مملكة البحرين وجهودها الوطنية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه عزز من موقعها على الخريطة الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للرؤية الوطنية في هذا المجال ويعد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال تصنيفا سنويا مستقلا يعمل على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم حيث يصدر معهد بازل التقارير السنوية منذ العام 2012 وهو يطرح درجات المخاطر بناء على بيانات يستقيها من 17 مصدرا متاحا للجمهور ومنها مجموعة العمل المالي فاتف ومنظمة الشفافية الدولية والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي جدير بالذكر أن درجات المخاطر تغطي خمسة مجالات منها جهودة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والشفافية والمعايير المالية والمساءلة والمخاطر القانونية والسياسية والمخاطر القانونية 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 والمخاطر